الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد فإن العلم المطلق لله وحده وأما البشر جميعا فكما قال الحق صبحانه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ويقول صبحانه وفوق كل ذي علم عليم وسئل الشعبي يوما في مسألة فقال لا أعلم ثم قال إن الملائكة لم تستحي حين لم تعلم أن قالت صبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ويقول الحق صبحانه عالم الغيب عالم الغيب المطلق هو الله وحده عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه عصدا ويقول صبحانه وعنده مفاتح الغيب بأسلوب القصر عنده وحده وليس عند أحد غير الله وعنده وحده أسلوب القصر أكل هذا وعنده مفاتح الغيب ثم يأتي قصر آخر تأكيدا لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من وارقة إلا يعلمها لماذا عبر هنا بكلمة وما تسقط من وارقة من وارقة أي وارقة من أوراق الشجر أو غيره في أي مكان في غابة أو في جبل أو في سهل أو في حديقة وكثير من الناس قد يجلس في فصل خريف مثلا وألاف الأوراق من الأشجار تتساقط ولا يلتفت إليها هذا الأمر الذي تظنونه سهلا وقد لا تلتفتون إليه ولا تعبؤون به ولا تهتمون به ما من وارقة تسقط في ليل أو نهار أو ظلام أو صحاء أو في أي بقعة على ظهر الخليقة إلا ويعلمها متى سقطت وأين سقطت وكيف سقطت وهل سقطت أو أسقطت وما تسقط من وارقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ويقول سبحانه إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيثة ويعلم ما في الآحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وإذا كان هناك من يقول إن بعض الأطباء الآن يستطيعون معرفة نوع الجنين قبل مولده نقول هذا ليس علما مطلقا هو نوع من العلم النسبي يؤتيه الله من يشاء فالطبيب قد يعرف شيء أن يسيان عن الجنين كحجمه أو نوعه بعد أن يخلق وحتى لو تقدم الطب وعافى الطبيب نوع الجنين قبل أن يخلق فإنه يعلم حالة في بعض جزئياتها ولا يعلم جميع الحالات في جميع جزئياتها وأحوالها إلا الحق سبحانه وإلا فأكمل معي الآية عندما يقول الحق سبحانه وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت لاحظ دقة النص القرآن لم يقل متى تموت مع أن هذه في المطلق لا أعلمها إلا الله لكن حتى لو أن إنسان تقدمت به الأمراض المزمنة إلى ضاجة جعلت بعض الأطباء يقول ربما أمامه يوم أو يومين يحدد الزمان لكن المكان دل على المكان حتى لو كان في بيته أين يموت؟ هل يموت في أي مكان؟ في الغرفة؟ في الصاروة؟ في أي منطقة؟ وهو على السلم؟ وهو في السيارة؟ لا يمكن لمقلوق أن يتنبأ لإنسان أين يموت؟ هذه لا يعلمها إلا الله وإلا فليقول أي إنسان لنفسه أين سيموت؟ وكيف سيموت؟ هذه إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيثة ويعلم ما في الآحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداء؟ وما تدري نفس بأي أرض تموت؟ إن الله علم خبير أما علم البشر فنسبي وقاصر إلى جوار علم الله عز وجل ثم بعد ذلك وعلم كسبي وعلم لدني علم كسبي يأتي بالتعلم من يرد الله يقول نبينا صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيان يفقه في الدين إنما أنا قاسم والله معطد ويقول صلى الله عليه وسلم حثا على الأغذي بأسباب العلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سحل الله به طريقا أجنة ومن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يكن يعلم وهو ما يعب بالعلم من لدني الذي يقول الله فيه وآتيناه رحمة من عندنا في شأن العبد الصالح الخض وعلمناه من لدنا علما واتقوا الله ويعلمكم الله أسأل الله أن يمن علينا بالعلم النافع وأن يهدينا إلى سواء السبيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته